يحضر معنا اليوم الدكتور ريضا بن عريف اختصاص في امراض جهاز التنفسي اليوم الدكتور بيش نحكيه على فوائد الصيام على جهاز التنفسي عصيب ما دكتور تيك الصحة حسنا نتقول لكم مبروك أم نتقول لش على شيء طيب أعيشك دكتور خليك تيك الصحة باستضافة للحديث هالحسة هذي اللي هي أعنونها عجيبين شوية أعيشك دكتور خليك صحتك في صحنك هذي رأي هي تقول كل شيء لأن صحة الإنسان هي في غذاء متاع الغذاء متاع ونقوله مقبل ديما راهو احنا نساوي ما نأكل هذي واضح والعنوان منها في اختيار صحيح لأنه الغذاء هو مهم يسر للجسم بالنسبة توا للرمضان شهر الصيام هو شهر نعمة هو شهر منها فيه فوائد راهيبة فوائد عظيمة والنتيجة أنه فرضه ربي على المسلمين يعني فيه فوائد ويقول أنت تصوموا خير لكم وأن كنتم تعلمون هذا مهم يسر فهمت لأن الصيام فيه خير وثم يقولوا بتعلمون فيه علم لأن الصوم لازم مش المهم يصوم لازم يعلم علاش يصوم علاش يصوم هذا لأن الصيام فيه فوائد ويزم يعرفها وفيه ويزم يعرفه وقتش ميصومش هذا كيف كيف الإنسان اللي هو خط الرب يخف عليه وثم يسر ولا تعسر فهو عنده منه جسمه صحته ما تسمعه فهو نجم يصومش ونجم يعوث هذا هو هذا اللي هو منه المغزى من ولهذا أنه الجهاز التنفسي هذا هو مش في معزل على كامل جسم الجسم كله يستفيد من رمضان يستفيد من الصيام كيفاش يستفيد لأنه خفايا الأشياء اللي نحن ننظر الأشياء بسطحية ببعض كثيرين فسر فوائد الصيام على جسم الإنسان على المستوى الداخلي اللي نحن نشوفوه بالأين المجرد نشوفوه بالمجهر بكده لهذا الاستفادة الأولى اللي يجب يستفيد منها للإنسان هو المناعة متاعه المناعة متاعه تتحسن بصيفة كبيرة إهلا تتبيعة ارقس على جلاز التنفلس على جلاز الغربية إلى رجال على جسم الصفاء على جلاز الجسم بصيفة عامة كيفاش المناعة تتحسن متعرف الصيام هو هو يسير فيه جوع يسير فيه جوع يسير فيه تجويع يُنشن نحس فيه جوع هو الخلية هي اللي جعت تجويع عن الخلية وقت جع خلية نجوع فأنه يقع مناء اختبارها يقع اختبار الخلية هذه الخلية اللي هي طعبة والخلية هي اشتغلت كثيرا والتي يقع ازالتها المناعة يقع تجديدها بازالت هكالخلايا اللي هي خرجتها الخدمة ازالت السموم ازالت الفواض التفاعلات الكيميائية الكل فانه تبقى التجديد هذك يخللنا اخر رمضان يجينا مناعة نظيفة ومناعة جديدة ومناعة قوية وينجم الانسان ينجم يدافع على روحه بما فيها على المرض التنفسية والأمراض الأخرى فانه فين المشكلة فين منعة متاعنا موجودة هي على مستوى الأمعاء غشاء الجرثومي هذك اللي غلف الأمعاء متاعنا هذك فيه كل شي فيه الجراثيم البيعي هذك يقع انتقائها واختبارها في شهر رمضان وشهر السيام فان الخليط تعبه والجراثومة تعبه والمواد السامة والمواد البروتينية اللي هي تدخل في الحاسية مثلاك الإستامين الإستامين هذك هذك هو المادة الأولى في الحاسية لتسبب في الرابو لتسبب في الحاسية في جهاز تنفسي أنا يقع إزالت ويقع تنقيسه الدليل أنه في شهر رمضان يتنجم تقل نوبات الرابو تحاجتين المهمة بالفائد الأولى هي معقية تهيش هلي هي التدخين التدخين ينقص في شهر رمضان أول مؤثر على الجهاز التنفسي وتدخين هو ينقص لأنه أكثر مشتر ينقص التدخين في شهر رمضان وهذا راحة للجهاز التنفسي وراحة للجسم كله وتنقصك النوبات وتنقصك الكحة وتنقصك البلغم وتنقصك المشكلة لهذا أنه شهر رمضان راحة كله منافع كله فوائد يعني أنه نجم وصموه وراحة فيه فائدة كبيرة على الجهاز التنفسي على الجهاز التنفسي والإنسان المريض اللي هو مستنسخه في علاجه مستمر ينجم يأخذه بين الفطار وبين الصحوط وكان ثم مشكلة آخر ثم طبيبه يستشيره يفطر ولا ما يفطرش ولا يكمل يصوم يصومش هذا هو أغلبية الأوقات راحة كله فوائد ما في مليش أحنا في ممارستنا اليومية معناها بالعكسيزم ويصوم لا ما يصوم السيام هو إلا في صورة المضاعفات مضاعفات هذية اللي يتبخل من 5-6 أيام لعلاج هكذا المضاعفات هذيك وبعد راجعه للسيام ما فيش مشكلة هنا جميع وضا بعد رمضان شكرا دكتور نورتي مخصي على التوضيحات هذية الكل كانوا معنا دكتور رضا بن عريف مختص في أمراض الجهاز التنفسي